جيش توتا الجمدين جدا بشكركم على دعمكم لي ما تنسوش تعملو اشتراك في قناتي الجديدة والنهاردة هنكمل الجزء التاني من فصل النغبة ما تنسوش تحطوا اللايك الجميل ويلا بينا كنا وصلنا لما الطلاب كلهم نجحوا وهركيتا قايت لقيانه وانت عملت ايه بالظبط فبيقول لها قبل الامتحان بتلات ايام لقيت سودو بيتخانق مع طلاب من سنة تالتة وكشيدة كانت ايلالي اروح اندهلو علشان نتذاكر مع بعض فبيلاقي بيتخاني فبتيجي اتشينو وبتقول لهم ما ينفعش تتخنقوا كده ولو ما سكيتوش هطلب لكم الامن فرين بيقول لها ده احنا غلابة هو اللي كان بيزعق لنا فبتقول له اه ما هو باين ان انتو الضحايا وبيمشوا وإيانو بيلحق سودو واتشينو بتقول له ما تخليش رين يستفزك يلا سلام فإيانو كوش بيقول له هعندك وقت ندرس دلوقتي بيقول له لا وبيمشي وقبل الامتحان بيومين بيروح ايانو يتكلم مع كوشيدا وبيقول لها دي حاجة هتبقى سر بيننا وبيروحوا يتكلموا مع طالب من سنة تالتة وبيعرفوا بنفسه وبتكون حالته صعبة وبياكل اكله رخيص لانه ما عندوش نقط فبيقول له عاوز منك اسئلة امتحان لسنة اولى مقابل عشر تلاف نقطة وهتعرف تاكل احسن من ده فبيوافق بس على خمستاشر الف نقطة وبعدها كوشيدا بتقول له ده يعتبر غش فبيقول لها لا احنا هنعرف بس شكل الاسئلة ولما نقول للطلاب ان دي اسئلة الامتحان هيتشجعوا ويذكروها وبيبعطلوا الامتحان فبيقول لها هطلب منك طلب تقول للطلاب ان انت اللي جبت الاسئلة دي لانهم بيسقوا فيك اكتر مني فبتقول لهم وفقة وده هيكون سر بيننا وقبل الامتحان بيوم بتروح كوشيدا الفصل وبتوزع الاسئلة على الطلاب وبتقول لهم ان دي اسئلة امتحان سابق الدهالي طالب في سنة ثالثة وقال ل ان الاسئلة دي اتقررت لمدة سنتين فبيفرحها قوي خصوصا الطلاب اللي ما كانتش بتذاكر بس كوينجل مغرور ما بيرضاش ياخد اسئلة وبيجي وقت اعلان نتاج الامتحان والطلاب زي ما شفنا بيشكروا كوشيدا وبيقول لها ده كل اللي حصل وبتيجي المدرسة وبتقول لهم حقيقة متفاجأة ازاي جبتوا درجات عالية كده بس السودو سقت لان الامتحان من 40 وهو جاب 39 والمدرسة بتقول له هكتب جواب فصلك بعد الحصة وكل بيزعل علشانه وبتقول لهم مفيش فايدة دي قواعد ابقت علالي بعد الحصة يسودو فأياني كوشي بيخرج المدرسة وبيقول لها هسألك سؤال هو المجتمع متساوي من وجهة نظرك فبتقول له لأ مش متساوي فبيقول لها معاك حق بس القواعد هنا بينطبق عليها نظرية التساوي وبيوريها النقط بتاعته بيقول لها عاوز اشتري درجة تتحطي لسودو في مادة الإنجليزي فبتضحك فبيقول لها انت قلت في أول يوم ان ممكن نشتري أي حاجة بالنقط دي ولازم القواعد تتطبق بالتساوي حتى في الامتحان فبتقول له موافقة بس لو دفعتلي هعشر تلاف نقطة دلوقتي فبيقول لها بس ده كتير قوي فبتقول له دي القواعد فبتدخل هوروكيتا وبتقول لهم أنا كمان هدفع علشان معرفش عقوبة ان طالب يتطرد من فصلنا فبتقول لهم غلص موافقة ابعت لكم نقطة وبأعرفوه ان طالب فصله تلغى وإيانو بيقول لهوروكيتا ان الفصل ألف درجاته ألف واربعة واحنا سبع وتمانين يعني فكرة ان احنا نوصل لهم شبه مستحيلة فبتقول له مش هستسلم وهوصله وبيشكرها ان هي ساعدة سودو فبتقول له أنا عملت كده علشان مصلحتي مش أكتر وكلهم بيروحوا قودة إيانو علشان يحتفلوا فكوشيتا بتقول له صحيح إزاي خليت المدرسة تلغي طلب رفض سودو فبيقول لها هوروكيتا هي اللي تكلمت مع المدرسة وقالت ليهم مش من حقك ترفضوا طالب لأنه سقت في مادة واحدة وبيقضي فخم فيها شوية فالطلاب بيشكرها وبيقول لها ما كناش نعرف انك عظيمة كده وبعد ما كل بيمشي كوشيتا بتسأله انت بتحب هوروكيتا قالها هي مجرد صديقة لي وبتمشي وبتنسى تليفونها فبيروح وراها علشان يدهلها فبيلاقيها نزلت الدور الأرضي وما طلعتش قودتها فبيمشي وراها وبيلاقيها وقفة عمالة تغلط في هوروكيتا وبتتكلم بطريقة صعبة عكس ساعدتها وفجأة بتسمع صوت تليفونها فبيطلع قيانه فبتقول له سمعت حاجة قالها لو قلتلك ما سمعتش هتصدقيني فبتقول له لو فكرت تقول للحد هتدفع التمن وهقول للكل انك اختصبتني وبصماتك اهي فبيتخيل ان ازاي دي البنت الرئيقة اللي كان بيشوفها وبتقول له وعدني ان ده هيفضل سر بيننا قالها ماشي فبترجع للشخصية الثاني يوم بتقول له كده بقى سر كمان بيننا غير بتعلم تحان وقيانه بيقول يا ترى انت يأنهي شخصية فيهم والثاني يوم بتيجي مدرسة الفصل به واللي بتكون نايمة من كتر الشرب وما بتقدرش تقولهم على النقط بتاعت كل فصل وبتقول لهم هبقى وزع النقط بتاعتكم بكرة بس الطلاب بتكون مبسوطة ان درجاتهم ارتفعت وبيفكروا ان ده بسبب الدرس اللي اخدوه مع اتشينو وبيفضل يشكروها كتير وبيستغربوا من تصرفات المدرسة بتاعتهم وبيكونوا عاوزين يوصلوا للفصل ألف برضو وبتيجي اتشينو بتقول لإيانو كوشيدا اخدت النقط بتاعتكم النهاردة بس لما بيروحوا الفصل المدرسة بتقولهم ان نقط سنة أولى هتتأخر واول ما المشكلة تتحل هيوزع النقط على طول وبعدها إيانو بيروح يقابل اتشينو لانها طلبته وبتقوله ان فيه واحد سبلها جواب في خزنتها وهي مش عاوزة تقباله ومش عارفة ترفض ازاي من غير ما تحرجه فبتقوله ينفع تعمل انك حبيبي فبيقولها كلميه وحلي مع الموضوع أحسن فبتيجي تشهير وبتعايته وبتقولها اتشينو هو ده حبيبك ولسه هتقولها فبيروح دقيانو وبيقولها احنا صحاب بس وبيقولها الاعتراف مع شعرك مش حاجة سهلة هي بتقضي كل يوم في عذاب علشان كلمة بحبك متعلقة جواها ومش عارفة تقول هالك متهيقلي مشاعرها دي تستحق إجابة علشان تريحيها وبيمشي وبعدها بيلاقيها بتجري وبتعايت وبتيجي اتشينو فبيقولها شكلك خلصت الموضوع فبتقوله اتفقنا اننا نرجع للوضع الطبيعي من بكرة وبتشكر انه وقف جنبها في الموقف ده وفهمها تعمل ايه وهو رايح الفصل بيعرف ان فيه تلت طلاب من الفصل جيم رفعوا على سوده شكوى وبيتدعوا ان بعد تمرين السلة اتهجم عليهم وضربهم فبيقولهم كنت بدافع عن نفسي لانهم غيرانين مني لان اصبحت عضو اساسي في كرة السلة فالمدرسة بتقوله بس مفيش دليل بس الموضوع ممكن يختلف لو لقينا شهود على كده وبعد اسبوع هنعمل اجتماع مع الفصل جيم بحضور مجلس الطلاب وعلى اساس النتيجة هيكون فيه غرامة نقط وكمان تأديب له سوده ورين بيكون قاعد سهران وفرحان في الشكوى اللي قدمها في سوده والطلاب بيقوله على سوده ياريتو كانت فصل وريحنا وبيتضيق ان هم مش هياخدوا نقط كمان الشهر ده بسببه بس ايانو بيقول له روكيتا المشكلة مش في سوده لانه شاطر في كرة السلة ومع ذلك دبروله مكيدة واحنا كمان ممكن ما نعرفش نوصل للفصل ألف لان ممكن اي حد يتهمنا باي حاجة في اي واق فبييجي زميلهم وبيقولهم تعالوا نتعاون مع بعض وندور على اي شهود بس بعد ما بيدوروا ما بيلقوش حاجة وفاجأة بتجي تشينو بتقولهم انا عرفت الموضوع فكوشيدا بتقولها لو تعرفي اي حاجة عرفينا اعتلال للأسف لا بس الفصل به هيستاعد ويدور معاكو على قدل فايانو بيقول له كوشيدا مش من صالحنا اننا نعتمد على فصول تانية فتشينو بتقوله ما تقلقش مش هخضر بيكم وبعدها بتعمل اعلان ان لو حد عرف حاجة هيبعت ليهم وفعلا متجلهم رسالة من مجهول ان واحد من اصحاب رين معروف ان بتاع مشاكل وكان بيتبلع على الطلاب في المرحلة المتوسطة برضو فصاحبهم بيقول فعلا ازاي سودو هيدرب 3 اشخاص من غير ما يتعور حتى فتشينو بتقولهم ده المرسل مجهول ازاي هحوله نقاط كم وكفقة فايانو بيقولها انا بعرف ولما بيجي يعمل بتاخد منه التليفون وبتقوله لو وصني معلومات هبقى عرفك وبيكون شاف النقاط اللي عندها وبيقول ازاي معاها نقاط كتير كده ولما بيرجع قطو بيلاقي كوشيدا واصحابهم متجمعين في القوضة وبعدها بتجي وهروكيتا وبيكون عندها معلومات وبتقولهم ان كان فيه شاهد من فصلنا وهي ساكرة وكوشيدا بترن عليها بس مش بترد عليها فبتقولهم انا هكلمها بكرة في المدرسة وفعلا بتقابلها تاني يوم واول ما بتسألها بتحاول تهرب منها وبتقول لها انا معرفش حاجة وبتفتكن لما صورتهم فكوشيدا بتمسكها قبل ما تجري فالكاميرا بتقع منها فبتقوم تاخدها وتطلع تجري وبتقول لي نفسها انا مش عاوزة ورط نفسي في حاجة مش عاوزة حد يعرفني ولا يتكلم علي ولما بتيجي تفتح الكاميرا بتاعتها مش بتشتغل وتاني يوم بتاخد كوشيدا وإيانه وبتروح عشان تصلح كاميراتها فإيانه بيلاحظ ان هي بتخاف تتعامل مع اي حد غريب فبياخد الورقة وبيملاي هو وبيقول لها اول ما بتصلح كلمني انا وبتشكرهم ان هم راحوا معها المشوردة وبتسأل ايانه رأيك اعمل ايه قالت له لو ما تكلمتش خايفة اندم فبيقول لها اشمانة بتتكلمي معايا قايت له عشان عيونك مش بتخوف فبيقول لها لو محتاجة حاجة كوشيدا هتقدر تساعدك اكتر مني فبتقول له ماشي وبيفتكر اللي كوشيدا عملت وبيلاقي ساكورا مش واسقة في كوشيدا قوي وبيقول باين عليها كده وبيقول لها شهادي بالحق علشان خطر اصحابنا وعلشان خطرك انت كمان فبتفرح بكلامه واول ما بتيجي كوشيدا ساكورا بتتخضه وبعدها كوشيدا بتروح لقيانه قطه وبتوريه سور لساكورا فبيقول لها انا كمان مستغرب ليه لابسة نظارة مزيفة فبتقول له اكيد علشان تخبي وشها لانها بتتكسف جدا وفجأة ساكورا بتبعد رسالة وبتقول لها انا موافقة اشهد مع سودو اما هوروكيتا بتقول لقيانه بقيت مهتمة بكوشيدا يعني حتى بقيت اتأخر عليها لو احتاجتك في حاجة لكن كوشيدا بتروح ليها على طول وبعدها بتقول له المهم ان مجلس الطلاب حدد يوم الاجتماع الموضوع سودو فبيقول لها امتى فبتقول له النهاردة وبيتجمعوا والسكرتيرا بتطلب منهم اي اوراق للاحداث الحائية وبعد نقاش طويل وقبل ما يحكموا على سودو ايانه بيفوق هوروكيتا علشان تقوم تتكلم وبتطلب استدعاء الشهود ومجلس الطلاب بيوافق على كده وبتعرف الطلاب ان فيه شاهد شاف الحادثة كلها وبتدخل سكره وبتعرف نفسها وبتحكي بكل توتر وبتقول ان طلاب الفصل جيم هما اللي تهجموا على سودو في الاول فالمحامي بيلاحظ توترها وبيقول لها انت مش مضطرة تجذبي فهوروكيتا بتقول له هي بتقول الحقيقة لانها شفتهم فعلا فبيقول لها لأ بتجذب لاني مفيش دليل فبتقول لهم معايا دليل وبتطلع ممري وبتقول لهم كنت بدور على مكان فاضي علشان اتصور فيه وفجأة وهي بتتصور بيظهروا وراه هما مسكين سودو فالمحامي بيقول له ده برضو مش بيأكد مين اللي بدأ الخناءة الاول وعلشان كده خلينا نندل سودو فصل اسبوعين وطلاب الفصل جيم اسبوع واحد علشان هما اللي اتضربوا فإيانه بيقول له لشهاد السكرة كان سودو تفصل شهر او اكتر والمحامي بياخد رأي ممثلة الفصل دال وهي هوروكيتا فبتقول له انها مقتنعة ان سودو بريء وان الخناءة دي ما كانتش صدفة وان طلاب الفصل جيم هما اللي دبروا الخناءة دي بس ده ما يمنعش ان سودو عنده مشاكل من زمان ومقصرة على تصرفاته اليومية وبتقول له لازم تعدل من سلوكك وترجع نفسك كويس والتاني مرة انا متأكدة من براءة سودو في القضية دي فالمحامي بيتحك وبيقول خناءة مضبرة ايه لها بلدة وكل بيتكلم وبيطلبوا الحكم النهائي من رئيس الطلاب فبيقول لهم ضيعت وقتي سؤال للفصل جيم اجابتكو كانت صدقة بدون اي كذبة بيقولوله ايوة والفصل ده نفس الكلام فبيقول لهم حكم هيكون بكرة الثاعة اربعة رفعت الجلسة وهوروكيتا بتقول لهم انا مش هخسر ومش هستسلم وسكورة بتتأسف ان هي ما تكلمتش من الاول وبعدها بيطلع رئيس الطلاب وبيقول للقياني وانت لسه هنا وبيقول للسكورة لو ما قدرتش اثبت صحة كلامك هاعتبرها كذبة فبتقوله بس انا ما كذبتش فايانو بيقوله وانا مصدقها فبيقوله طب هذي قطر تثبت قاله اكيد والحد هنا استنوني في الحلقات القادمة علشان نشوفها يحصل ايه وما تنسوش تحطوا لايك الجميل يا احلى جيش والاشتراك كمان هنا وفي قناتنا الجديدة ويشير كتير طبعا علشان اصحابكو هيتفرجوا معاكو وبس كده بحبكو كتير سلام